السلام عليكم من تابعيق قناة سماس بورتي هلا ومراحة فيكم اليوم أريد أن أتحدث عن نهاية كأس الجمهورية ولكن بطريقة مختلفة سوف نتحدث عن ناحية التنظيمية إدارة المباراة الطاقة من الحكام النقلة التلفزيونية المعلقين الستوديو التحليل كلها التفاصيل وسوف نوجه رسائل لوزارة الإعلام ووزارة السياعة والسفر ووزارة الكهرباء كلها التفاصيل إن شاء الله تشوفوا بهذا الفيديو إذا أعجبك المحتوى تفعل زر الجرس وحطوا على خيار الكل شان دائما توصلك الفيديوهات والبسر المباشر وبعد ما تشوف الفيديو للنهاية اكتب تعليق حلو خلنا مع بعضنا نكبر ونوصل إلى 100 ألف صديق على يوتيوب ويلا مع بعضنا نشوف تفاصيل الفيديو فإذا أصدقائنا نهاية كأس الجمهورية مع بين الوحدة وتشرين بغض النظر كيف الفريقين وصلوا للمباراة النهائية طبعا المباراة رح تكون بالعاصمة السورية دمشق حابة وجه رسالة لاتحاد الكرة واتحاد الرياض العام ليش ما منسوق لهذه المباراة بهذه المباراة فيك تعمل أشياء كثيرة للكرة السورية فيك ترفع الحظر أو توجه رسالة لاتحاد دولي والاتحاد الأسهوي إنه بلشنا نتحرك بلشنا نعمل شيء المباراة ما تبعنا على أرض ملعب الجلعة بدمشق وأول نقطة خليني أحكي فيها عن النحية التنظيمية والإدارية للمباراة سؤال لك كل الجمهور إيه مت شفت آخر مباراة منظمة دخول الجماهير دخول الإعلاميين النقل التليزيوني هذا ما نشوفه بالدورة السورية بستلق بنشوف إيه ولكن بهاي المباراة النهائية اتعاقد مع شركة خاصة لتنظيم المباراة شركات سورية أنا ما بحكي أنه تجيب شركات خارجية أو شركات تعلمية لا في عندك شركات مختصة بهيك شيء مثل شركة بصمة اللي شفناها بدوري الكرة السلق اتعاقد معه للمباراة وحدة مهما كلفت أنت هون بتروج للكرة السورية بتروج لرياضة السورية من خلال التنظيم بتجيب عناصر حماية بتلابسهم لباس تقليدي اللي بنشوفها بالدوريات الأوروبية والمنتخبات وإلى آخره على مدار الملعب هون أنت بتكسب يعني ما بصير مشاكل عندك ما بين الجماهير لحدة بينزل لحدة بيحكي ولحدة بينطقت أولا وأما النقطة الثانية أصدقاء المتابعين تعاقد مع شركة دهانات إيه بساطة بساطة أفكار بسيطة جدا فيك التعمل شيء كثير حلو بأرض الملعب تعاقد مع شركة دهانات تعاووا يا شركة تفلانية في شركات كبرى ما فين أسميها بصراحة أسماء كثير كبيرة بسعودية خاصة بحلبة تعاووا يا شركة الفلانية خلينا نسميها شركة سمس بورت للدهانات تعاووا جيبوا إعلانات لوحات إعلانية حطوها بأرضية الملعب طبعا مكان مخصص بالمقابل أنا ما بأخذ منك مصاري فقط بدك تدهن لي المزمار دهان أزرق أصفر أحمر اللي هو بطلع منظر الملعب ولا أروع من هيك يعني ما بدأ تنيع كوفية شركة دهانات تواصل معها بعمل لك دعاية بس بشرط أنت تحتمل لي بنظافة الملعب بتشيل هالتراكتور الخربان كوم التراب الحجر طريزينة سيارة الإزعاف بتحطهم على الزي بتشيله بتعمل دهان بشكل حضاري وبشكل كتير حلو وخطوط من بينه هاي من ناحية الإدارية أو تنظيمية النقطة التالتة أصدقاء المتابعين بتحكي مع شركات تعاو يا جماعة الخير تعاو اعملوا إعلان أنا ما بدي لا أخذ منكم مصاري ولا تعطوني مصاري فقط بتجيبوا شاشات عرض تمام شاشات عرض بتحطوه على مدار الملعب بتحطوا أعلانات اللي بتكن إياها طبعا كل شركة بتحطوا الأعلانات اللي بدي إياها أعلانات هيك بشغل حضاري بشكل حلو كما فيك تواصل مع شركة سيارات تعملوا أو وضعوا هدايا للجمهور تعملوا بين الشوطين قبل المباراة أو بعد المباراة يا جماعة تعاو نوزع هدايا للجمهور بمقابل أنك تعمل أعلان أو تحط شعارك بالملعب على تعطيون الجمهور أو على أي مكان تاني بين الشوطين توزع هدايا لبعض الجماهير تعطي رونق جديد وشغل جديد للكرة السورية أو للمباراة النهاية خلينا نحكي على نقطة كثير مهمة النقل التلفزيوني ونحن بصراحة محرومين من هالشي تحكي مع قناة العراقية الرياضية نحن ما شاء الله علاقتنا جيدة جدا مع العراقية الرياضية أو مع العراق بشكل عام تعويق قناة العراقية الرياضية بس سونا هالمباراة نجيبوا الكاميرات نجيبوا أعربة النقل نجيبوا المخرجين المعدين المصورين إلى آخرها وبدنا هالمباراة على قناة العراقية بتقنية الـ HD وصلى الله وبرك شفنا بكأس العراق بدور 16 ما بين الزوراء والقوة الجوية عملوا شي حلو جابوا المعلق العماني خليل بلوشي علاقة على المباراة من نص بغداد عمل شي حلو عملوا لفتة جديدة للكرة العراقية وخلينا نعمل مثله نستخل نستخل تتواصل مع خليل بلوشي مع حفظ الأرقب تعوي يا أستاذ خليل بلوشي خلينا نعلق على هالمباراة وخليها نسمع صوتك لأول مرة على الكرة السورية تتواصل مع أيمن جادا مع مصطفى الآغا مع محمد عفش تتواصل مع ياسر السباعي مع عماد خانكان تعوي نحلل هالمباراة طبعا هون نكون مجاهزين وستوديو حلو في تقديم فيه شيء حلو هالخبرات الكبيرة العمالقة اسم أيمن جادا خليل بلوشي مصطفى الآغا يعني لحاله بكفاية طب ليش ما بنتحرك ونعمل هيك شيء والله أفكار يعني بسيطة فقط تبدأ شوية جرأة وتقول الألو تتواصل مع هذول الناس أنك العالم كيف بلشت العراق كيف بلشت ورفعت الحظر عن الكرة العراقية خلينا نتحرك شوي مرة واحدة نفكر بخارج الصندوق أفكار أنا شخص عادي بيعطيك أفكار ولكن أنت أنت المسؤول بيدك كل شيء فيك يتواصل وفيك شيء وشوي طب لأيمت رح أنضل على النقل التلفزيوني بكاميرتين أو ثلاث كاميرات والمعلقين التقليدين بستوديو عادي أقلها من عادي هالمباريات إذا ما عملتك والله بحياتك ما بترفع الحظر عن ملعبك يا عمري أعمله استغلوا أقلها شيء إذا استقلت أو رحت بعد سنتين بعد نهاية ويايتك يا صلاح رمضان أقلها شيء الناس بتذكر أنه والله عمل شيء صلاح رمضان معه بالمباراة النهائية طب لأيمت لأيمت ممكن أنا كعمل 36 و 36 سنة عمتتابع رياضة والله ماشي نهار وشيء حلو بالرياضة السورية أروح على السلة الشيء نهار رح نعمل حلقة خاصة للسلة شفنا كل شيء استوديو معلقين نقل تلفزيوني شيء حلو شفنا تنظيم المباريات شفنا الشاشات العرض بداخل الملأة الصالات طب هم يشتغلوا الجماعة هذا الشيء رح يضل مسكور بتاريخه للجميع فهذا الحبيت أوصل للسلة المتابعين وبتمنى رسالة تتوصل لوزارة الكهرباء يا أخي بلا تعملوا تقنين خلال هالثلاثة أربعة ساعات بالمباراة وقت المباراة وزارة السياحة احملوا شيء حلو تواصلوا مع شخصيات كبيرة تعووا احضروا هالمباراة وزارة أو شركة الاتصالات مكان فلين ولا لعلين هذول ما في غيرهم بل قولنا النت خلال هالثلاثة أربعة ساعات بأثناء المباراة خلي الناس استفات خلي الإعلام استفات ببساطة يعني والله يعني ببساطة فيك توصل أفكارك لا لكتير ناس ف بتمنى الفيديو لوصل لك للناس والله من حلقتنا ومن محبتنا للكرة السورية والرياضة السورية نحكي هالكلام السلام عليكم نحكي هالكلام